السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى في القناة دائم الهام شنال ستكونوا بخير على خير فرحانين و نشتين ستكونوا مور جيدا و تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات و الاغزالات و الوافيات على القناة دائم الهام شنال ستكون وصفة مختصة بعلاج الشيب تحديدا لعلاج جميع انواع الشيب الشيب مبكير الشيب اللي يكون قليل الشيب اللي يكون كثير مهما كانت الحدة اللغة تخلصوا منه بزاف دي الاشخاص قالوا لي اعطينا وصفة لعلاج الشيب اليوم نجئسوكم بها تحت طلباتكم حبيباتي اكيد اي طلب تبغي و اي اقتراح تقولوا لي نديروا في القناة اي وصفة تبغيون انها نعملها ولا نهضر عليها فاكيد على الراس والعين معلكم الا تخليبوا لنا التعليقات والاقتراحات ديالكم والاستفسارات ديالكم والوصفات ديالكم شخصيا المجربة والمضمونة لعلاج الشيب في التعليقات اسفل هاد الفيديو او لفلي كومنتيغ ان شاء الله انا شخصيا نقرأ كل التعليقات اي وصفة مجربة عجبتني راني كان حاول نجربها شخصيا من بعد ما كتعجبني وكتعطيني الفعالية اللي بغيت كانجي نشاركها معكم في القناة باش انتو ما تستفدوا ونستفد لي ملالي انو بعض الوصفات الطبيعية اكيد اللي كيستخدمون اناس واحد اخرين ما كتكونش على البال ديالي ولا ديال الاشخاص واحد اخرين فاكيد كان بغيت نستفدو من بعضنا البعض وتعمل فائدة ان شاء الله لجميع باشياء بسيطة وورخيصة وباقل مجهود واكيد في اطار الاشياء الطبيعية ولله الحمد فاقبل ما نشون تعرفوه المكونات نبغي غير نرحب بكم نقول لكم مرحبا بكم في القناة ديالي وديالكم اكيد ما تنسوش اشتراك فيها وتفعلكم زر الجرس خليونا الاراء والتعليقات والقتراحات والاستفسارات ديالكم فخانت التعليقات كيما سبق لي وذكرت مو سبقا وسعملوا واحد لايك كبير حاولوا تحبسوا هاد الفيديو تعملوا لبوزه بطول تحت تعملوا لايك 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 تشجعوني ان شاء الله باش نبقى نحط لكم المزيد من الفيديوهات وفي القناة ديالي را كنحط ما بين فيديو حتى الجرس ديالي فيديو في اليوم يعني غادي تستفدو ان شاء الله مني ومن القناة وكان حاول دائما نبحاث ونجيب ليكم الجديد فحتى انتم مش تشجعوني بوحد لايك يعني بصيطة حاجة غتعملوها اللي هي ما غتاخد منكم حتى مجهود وحتى شي حاجة فعليكم إلا تهبطوا التحت وتعملوا لايك ودابا اول مكونات الوصفة باش منطولش عليكم كتر فاول مكوين ان شاء الله غادي نحتاج له هو البياض البيض هنا عندي بياض بيضة واحدة الكميات البيض البيض كتبقى على حسب الكميات الشيب وش هي كثيرة ولا قليلة نحتاج الحبة السودة ببودرة يعني الحبة السودة مطحونة غادي نحتاج ايضا الى الكاكاو المر غادي نحتاج ايضا الى الحنة ببودرة بزا بديل السيدات قالوا لي عافك ما عملنا وصفات لعلاج الشيب بالحنة وكيد تحت طلبتهم عملت ليهم الحنة ممكن تعويض الحنة بطين الابيض او بالحنة البيضة متوفرها عند بعض العطارة ماشي عند الكل فإلا قيتوا حاولوا تاخدوا منها كيمية كبيرة باشا كده تبقوا تستخدمها عوض الحنة هادي اللي كتكون في اللون الاخضر انا عملتها كما قلت لكم تحت طلب بزا بديل السيدات اللي بغاوها واكيد اي طلب تلبسوه ذاك شي لاش قلت لكم خليونا الاقتراحات اي حاجة خليتوها في التعليقات راني كنعمل بها وكنقدمها لكم في القناة لانه الرأي ديالكم كي همنا اكيد فكما قلت لكم الحنة انا استخدمتها تحت طلب بزا بديل الناس او الفئة معينة من السيدات والناس اللي ما كيبغيوهاش او الفئة الاخرى ممكن تعود ديالها بهاد الشي اللي اعطيتكم الان وهو الطيل الابيض او الحنة البيضة اه بالنسبة اه المكون الاخر اللي نحتاجه هو القهوة سلعة الدوبان ممكن تعودوها بالقهوة بودرة او القهوة التركية اي القهوة ديال العبار بالنسبة للبودرة المقصود ديالي بها واخر شيء هو زيت الحباء السوداء هذا الزيت هذا غني عن تعريف معروف الفوائد والخصائص دياله لا تعدوها لا تحصى ونحاول نقرأ لكم بعض الفوائد ديال زيت الحباء السوداء ولا الشال النوج فهو مداد للحسس مداد للفطريات والبكتيريا مداد للسرطان يخفض نسبة الكوليستيرول والسكر في الدم يرفع المناعة في الجسم ينشط خلايا الجسم ويحميها من تأثيرات الفيروسات مفيد لأمراض الجهاز التنفسي يزيد في إدراء الحليب للمرضيعات مقوي للقدرات الجنسية يغدي الشعر ويقوي ويمنع تساقطه يعني هذا الزيت هذا رائع يبقى أحسن حاجة تقدروا تستخدمه والذي تستعملوا لشعر ديالكم هو زيت الحباء السوداء فهدوهما كل العناسر اللي غنحتاجوه وغديندوزول طريقات التحضير فباسم الله غدينبدأ أول حاجة بوحد معه القادة الكاكاو أخير المر وغديند صورة أخير محلوك حبه السوداء لأنها مفيدة جدا لعلاج الشيب نحتاج مع القادة الكاكاو محلوك مع القادة الكاكاو محلوك مع القادة الكحوة ونحاول نخلطهم يعني هذه البودرة سنخلطهم مع بعضهم وبعض ومن بعد غادي نضيف لهم بياض بيضاء من بعد غادي نضيف زيت الحب السوداء هاد الزيت هاد كان نصحبه الناس لي عندهم الشايب سواء القليل او الكثير سواء المبكر او القديم لكيكون في الشعر حاولوا دائما تستخدموه كل اللي لقبل النوم بقوا تستخدموه عواض مثلا زيت جوز الهند او زيوت اخرى فابقوا تعتمدوا عليه كاساس كنوا متأكدين في ظرف اسبوع غادي يختافي لكم شي باستخدامكم او لا باستعمالكم زيت الحب السوداء هاد شي كنهضر لكم عليهم مجرب ومضمون جربتوا انا وجربتوا الحمد لله ناس عزازين عليهم العائلة وصديقة دي المقربين كذلك جربوا هاد زيت الحب السوداء بخصوص علاج الشاي وعطاهم نتائج خرافية فانتمنح انتو ما تجربوه ترجعوا الفيديو وتكسبوه لنا في تعليقات يعني كيفاش شنو النتيجة اللي اظهرت لكم على هاد زيت هذا بعد ما تجربوه اكيد فغادي نضيف كمية من الحبة السوداء والحبة البركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واخر حاجة غادي نزيد نضيف هي واحد الكيمياء دي الحن قليلة يعني واحد ملعقة قريبا ماشي بزاف كما كتلاحظوا وكنخلطوا الكل وهي الوصفة صبحة عاقدة وواجد الاستخدام خصة ضروري ما تكون عاقدة ما تكونش سائلة باش عكدا تتبطوا الشعر فبعد ما كتصبح به هاد الشكل هذا معلكم الا تطبيقها على الشعر ديلكم فكتطبقوها على الشعر كتحولو تقسمو الشعر ديلكم الى نصفين وتوزعوها بالتساوي وبعد ما كتوزعوها كتحولو تستخدمو البلاستيك الهدائي او النايلون او السلوفان وكتنتظروا المدات ديال ساعة او اقل او اكتر على حسب دائما الكيمياء ديالشيب لانو الوقت ما كيبقاش يعني ممكن يتطبق على كل شي فالوقت كيبقى رجاء على حسب كيمياء ديالشيب واشكتيرها او لقلي لفشار ومن بعد ما كتوصلو الشعر ديلكم كتبه النتيجة ان شاء الله مند اول استخدام فانتمنا يجربوها جميع الناس المحبين الحنة وحتى الناس اللي ما كيبقاش حنة كما كتلكم رح حاولت اني نعوضها لكم بالطيل الابيض او لا بالحنة البيضة اللي غتلقوها ان شاء الله عند العطارة او لعند العشابة فوصفة الزوينة كتستحق منكم تجربة نتيجة ديالها هائلة ورائعة وايضا فيها واحدة الرائحة الزوينة لانو الكاكاو والقهوة فاش تخلطو مع بعدياتهم يعني اعطاوا واحدة الرائحة الزوينة وزوينة بزاف وخاص تخدمنا فيها البيض ديالبيض ارى رائحة ديالو ما كتبقاش بالنسبة للناس اللي عم يسولوني الى رائحة ديالبيض ديالبيض فانتمنا فيديو اليوم استفتوا منو ويلا استفتوا منو ما تنسوناش باللايكي ما اسبق لي وذكرت لايك كبيرة تشجيع عليها ويلا عجبكم الفيديو ايضا تباق تاجي وتشاركوه مع ناس واحدة اخرين باشتعم الفائدة للجميع وبدورين شكركم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله